بخبر ورد الآن أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجين 163 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا لحد الساعة العاشرة من صباح اليوم ليرتفع العدد الإجمالي لحالة الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 6226 حالة وقد أوضحت وزارة الصحة أن عدد الحالات التي تماثلت لشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 2759 حالة بعد تعافي 205 مصابين فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة